إذن هذه الأخلاق التي ينشدها ماكيافيل ويتحصر على أنها غير موجودة في زمانه هي شبيهة بتلك التي سينظر إليها ينظر لها نيتش فيما بعد أخلاق الإنسان الأعلى أي تلك التي تمجد القوة وإتبات الذات والشجاعة وغير ذلك من القيم مقابل هذه الأخلاق أخلاق سادة أو أخلاق الإنسان الأعلى هناك أخلاق العبيد وهي التي ينتقدها بشدة ماكيافيل ويقصد بها الأخلاق التي كرستها المسيحية لقرون عديدة وهي تلك التي تحاول أن تجعل من الناس كائنات طيعة خانعة وتشكك في قيمتهم بصفة عامة لأنها تعتبر أن هذه الحياة الدنيا لا قيمة لها بل إنها الأكثر من ذلك فإنها تمجد الناس الوضيعين وتحتهم على تحمل الآلام والبؤس لأن الحياة الحقة في نظرها في نظر هذه الأخلاق توجد في عالم آخر أي في العالم الآخر غير أنه من جهة أخرى لا ينبغي أن نفهم من هذا الكلام أن هذا النقل الذي يوجهه ماكيافيل للمسيحية أنه يقصي الدين من دائرة السياسة فهو يعتبر أن الدين وأن الديانات بصفة عامة وإن كانت ذات أصل البشر بما فيها المسيحية فهي تبقى ضرورية للأمير وعلى الأمير أن يعرف كيف يوظف ويستغل الدين لخدمة أدافه لأن الدين في المخيال الجماعي وفي سلوكات الناس اليومية يحضروا بقوة سواء في سلوكاتهم الفرضية أو الجماعية لذلك ينبغي أن يحوله الأمير إلى قوة أذيبية وتوجيهية بعد أن يطهره كما يقول من سمه الاجتماعي ولي ستراوس في تأويله لهذا الموقف عند ماكيافيل يعتبر بأن ماكيافيل في آخر المطف لا يؤمن إلا باللهوت المدني وأن لا دين له إلا اللاهوت المدني الذي يخدم الدولة ومجهة أخرى فإن ماكيافيل يرى أو يعتقد أن بالإمكان الاستغناء عن دين بصفة تامة في إطار النظام جمهوري قوي وهو هنا يعبر عن نزعة علمانية ربما سابقة لأوانها ما هي أهم الخلاصات التي يمكن أن نستخلصها من هذا الدرس هناك عدة خلاصات باختصار شديد يمكن أن نحصرها فيما يلي أن ماكيافيل هو أول من فصل بين الأخلاق والسياسة وحرر الفكر السياسي من كل المرجعيات الدينية واللاهوتية والأخلاقية وأول من نظر إلى المجال السياسي كمجال قائم بذاته له منطقه الخاص وآلياته الخاص ثانياً هو أول من اتخذ من الطبيعة الإنسانية منطلقاً لتأمل لاستنباط عفواً مبادئ الحق والقانون والعذالة اشتركوا في القناة